معي على الهاتف صاحب القضية العميد أحمد الوادعية المرشح السابق لنائب رئيس الاتحاد السعودي يا هلا و الله فيك عميد أحمد حياتك الله مرحبا حياتك الله فيك عميد أحمد ما بين انتخابات الباطلة على حد زعمك وبين المركز التحكيم بلا مقر تحكيم ولا حساب بنكي عطيني وين وصلت القضية حتى الآن للي أنت حولتها هي للفيفا أولا ما مسي عليكم على ضيوبك سر أنا والله ما عندي تلفزيون أنا بره طيب بحيي ضيوفك معي هنا في استوديو فهد السميح وعلي معيض من جدة ونعم فيهم ونعم والله حقيقة نشوف يا عزيزي يعني في البداية بأتكلم بحاجة موضوع الآن مع الأسف أنه في ناس يعتقد بأنه من بيتجل الاتحار الدولي الفيفا أو محكمة تاته أنه شخص يعني لا يرغب لرياضة مثلا التطور أو الاتجاه في الطريق السريم وكذا كذا وعرقلة الرياضة السعودية أكثر شيء خاطئ حقيقة أنا تلقيت كثير من المكالمات لكن هذه لا أعتبر فيها ولكن أنا اللي أسفني أنه هناك أشخاص مكلفين وسوف إن شاء الله أكشف يعني بالأسماء المكلفين لتعطيل قضيتي في الاتحاد الفيفا والمفروض أنه أي شخص أي شخص يدخل الاتحاد بالترشح بالقانون أنه لا يخاف من أي شيء ليه ليه أنا هذه وجهة نظري ليه عميد أحمد يعني ليه يحاولون يعطلون هذا الشيء ليه حسب المعلومات اللي عندي أنا حسب المعلومات اللي عندي ومصادري أنه فيه شخص جالس بيتاب يعطل قضيتي أنا في الفيفا وبيحاول أنه يعرسلها لكن أنه إلى الآن أنا إن شاء الله أني راح أعرف الشخص هذا ولكن الهدف المفروض أنه أي شخص له حق المفروض يخفض النظر هو عميد أحمد هو تصرف حضاري يعني هو الشكاوي دائما هي تصرف حضاري لقضية معينة لكن إن نتكلم عن الشخص هل هي يعني في موقف شخصي مع العميد أحمد أو أنه هذا الشي يعني يعطلونه عشان الاتحاد ما تجي عليه قرارات إذا كان إذا صح زعم والله شوف أنا بقول لك شيء شوف أنا أنا احتجاجي من البداية أي شخص يتقدم المجلس الاتحاد القرص القدم السعودي من حقا يتقدم لكن يتقدم بموجب النظام أنا لما أتقدمت اعتراضي من أول ليس لما تم استبعادي من أنجلة الانتخابات وأيدوها للإستئناف طرح الهدف ليس مثلا أنه نظام لا الهدف أحمد الوادعي لأنه ما حكمت مركز التحكيم لما تقدمت لهم جلست معاملتي عندهم ما يقارب سبق عشر يوم وفي آخر يوم أصدروا قرار لأنا بعادتي لكن مع الأسف أنت قبل شوي تكلمت في الموضوع هذا مع الأسف القرار مكتوب فيه يلقى القرار يلقى القرار حق الإستئناف لجلة الإستئناف هذا قرار الإستئناف فيه الطعوم في خالد بنصر ما نظروا فيها وبرضو ما نظروا في الطعوم الأخرى وبرضو ما نظروا في الطعام المقدمينة ضد ياسر مسحل لأنه ياسر مسحل تراني حترمه وقدره لكن أنا أبضى الشخص يدخل بطريقة نظامية المادة فيه مادة في النظام تقول تمنع رئيس الرابطة من التدخل في مجلس الإدارة هذا احتجاجي على الكلام هذا أنا أريد أن ندخل بطريقة صحيح لا نريد أن فيناس يتحايلون عن النظام والقانون وهذا موجود في النظام المفروض أن المادة هذه يخي عملوا على تعديلها قبل انتخابات فكان من حقهم أيضا دخول خالد بنصر رئيس الانتخابات أصلا هذا مخالف للنظام الأساسي للتعاق كرة القدم أنا لما رضعت أنا لفتصدر قرار مركز التحكيم أنا خاطبت الاتحاد السرولي وخاطبت لقيت التعناف وخاطبت لقيت الانتخابات في ذاك الليل خاطبتهم بخطابات رسمية وموثقة عن طريق المواقعاتهم وفاكسات ومع الأسف كذكرت فيهم أنه يجب احترام قرار مركز التحكيم والبث فيه شسمه في الطعون لكن لا مركز التحكيم مثلا حكم لي بتأجيل الانتخاب لا حكم لي بأنه يجب النظر في إجبار الاتحاد السعودي على النظر في الطعون حتى أنا اضطررت أني ما أحضر الانتخابات لأنه ليس من العقل والمنطق أني أحضر الانتخابات قبل أقع صحيح عموما أنا معاملتي في الاتحاد الدولي في اللجنة القانونية وأنا متابع لها إن شاء الله وإذا لي حق أنا قلتها أو سبق أني قلتها في حسابي إذا هذا المجلس وهذا الاتحاد تم تشكيله بطريقة نظامية وغير مخالف للقانون لأحد الأشخاص منهم فأنا أدعو لهم بالتوفيق وإذا واحد منهم فقط واحد دخل بطريقة غير نظامية ومخالف القانون أو هناك دعم على شخص فأنا أتمنى أن لا يستمر هذا وأتمنى أن تكسر المشاكلهم لأنه نريد ناس يدخلون بطريقة صحة نريد ناس يكسرون القانون طيب عميد أحمد أنتهت علاقتك تماما بمركز التحكيم من الرياضة السعودي لا مركز التحكيم خلاص انتهت أنا بالنسبة لمركز التحكيم انتهى موضوعي معهم لأنه أنت تشوفوا قانوني هذا المركز المركز قانوني طيب أنت تقول بدون مقار وبدون حساب بنكي ما لهم مقر بالنسبة لي أنا لما قدمت لهم ما لهم مقر أنا حضرت للجل الأولمبية ما حصلهم موجودين هذولا يا أخواني ماس متعاونين حتى المبالغ اللي أنا حولتها بالبداية الرسوم حولتها على حساب مركز لجل الأولمبية يعني يتبع المركز التحكيم يتبع اللجل الأولمبية هي هو 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 اللي شكله اللي شكله اللي جل الأولمبية وبعدين بجيك حاجة وحدة الآن الاتحاد الحالي الآن لكي تدري أنه لما طعننا تم الطعون عندنا انتخاب المجلس مع الأسف المجلس عقد وفيه طعون وعقد المجلس وتم استقباله من قبل الرئيس الهيئة عبدالب الأمير عبدالب المساعد تم استقبالهم قبل انتهاء مهلة الطعون وقبل البت في الطعون معنى أنه ما في احترام للنظام ما في احترام للقانون عندنا في الاتحاد السعودي معلأسف الشيء الثاني أنه خطة لما شكلوا قبل أربع أيام شكلوا اللجان يا رجل ما منحق الاتحاد السعودي تشكيل اللجان القضائية من يشكل اللجان القضائية هي الجمعية العمومية لكن مع الأسف الجمعية العمومية هتحضر وتصوت على هذه الأسماء زي ما صوتوا على خالد بنصر وهو مخالب للنظام ونرجع بنفس الدوامة ونفس العمل مع الأسف الاتحاد هذا يقوم بتشكيل اللجان القضائية دون رجوع للجمعية العمومية حتى أنه كاتب في تقرارهم يعتبرون إنفاذ هذا القرار من تاريخ ستة ساعة طيب أنا ما ودي أطول لجمعية العمومية طيب أنا ما ودي أطول عليك لكن عندي سؤال من شقين أول شيء إيش الاستفادة الكبيرة المرجوة من هذا الرفع للفيفا حاليا خصوصا أن الانتخابات قد أقررت إيش الشيء اللي أنت منتظره ثاني شيء يعني ما جاوبني عن هذا السؤال بالذات من اللي يعني وقف ضد أحمد الوادعي في ترشيح نفسه في نائب الرئيس هل كان يعني نقص في اللوائح أو خلافات شخصية مع أحمد الوادعي شخصية لا لا شوف أنا أقول لك حاجة وحدة بالنسبة للأشي الفائدة أنا أريد النظام لأنني أنا مرشح حتى المفروض ترى من أي رياضي أو ينتمي لهذه الرياضة أي شيء خلال يشوفها المفروض أنه ما يسمح لي أنا بالنسبة لي رفعت من أجل فيه مخالفات تم ارتكابها في المجلس الحالي وأيضا من الجمعية العمومية لأنهم صوتوا على تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الاستيناف وهم مخالفين للنظام أيضا ياسر مسح دخل للمجلس وهو مخالف للنظام الأساسي للرابطة والمادة موجودة 23 موجودة أنا لا أريد إلا النظام ولا نريد أن الناس يمررون علينا معلومات غير يعني معلومات ويعتقدون فينا أننا لا نفهم لا يعني هذا هدفي الأساسي نريد الناس يدخلون بالنظام ما في مشكلة طيب من تنطبق عليه اللوائع والأنظمة يدخل يا أخي الاتعاد السعودي ما عندنا مشكلة إن شاء الله يا أخي بعدين بقول لك شيء أنا الجمعية العمومية ما حضرتها أبي أفهم من هو اللي أعطاني صوت هذا من هو اللي أعطاني صوت هو الهدف تثبيت لي أني أنا حضرت هذا الكلام لا يمرر على الفيفا ولا يمرر على الجهات المعنية ومع الأسف وأنا أوجد أبلوم لعضاء الجمعية العمومية ووضع الجمعية العمومية بعد قرار تشكيل الاتحاد السعودي قبل خمسة أيام أنا أعتبر جمعية العمومية مع الأسف يتحملوا مسؤولية تدهور الكرة السعودي عندنا أستاذ أحمد أهلا حياك الله مساءك الله بالخير أهلا مرحبا حياك الله طيب بالنسبة للجنة الانتخابات عندما تم استبعادك هل وضحوا سبب معين لاستبعادك في البداية لا أقول لك والله ما تصد كتبوا ليس لدي خبرة نشطة خمس سنوات شلون؟ خبرة نشطة خمس سنوات خبرة نشطة خمس سنوات طيب تخيل يعني تخيل أنا من ثمانية وعشرين سنة لاعب في نادي العليم بظهراء الجنوب حكم كرة بقدم ومقيم ومحاضر في الاتحاد السعودي أنا بعرف أنا عادل عزة ما احترامي لك كيف جاب خمسة أقر سنة ولا الآخرين يا أخي خلونا نتكلم بالمنطف طيب يا أستاذ أحمد ما زلت أنت مقيمة أعتقد الحكام أو لا لا أنا أنا معتمد في الاتحاد السعودي محاضر ومقيم في الاتحاد السعودي طيب نفس الشيء ظهر ناصر حمدان نفس ظهر مراقب حكام ودخل ظهر الانتخابات طيب أنت قلت الآن يعني أنا باستغرب أنا يا أخي أنا 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 باقولك شيء فالنظام والنظام والقوانين أنت تعطي سيرة ذاتية عنك الأشخاص هذول استبعدوني والطامة الكبرى لقنة الاستئناف طيب أنت داري لاش أيدوا؟ أنت داري لاش أيدوا؟ يا أستاذ أحمد أنا كنت متابع صراحة بداية الانتخابات وكنت متابع لك خلال استبعادك وأنا أتقد أنهم أجحفوا في حقك صراحة للأمانة لكن أنا أتكلم في نقطة ثانية لنقطة ياسر المسحل أنت قلت النظام الأساسي الظاهر على ما أعتقد حق اللي هو حق رابطة المحترفين أعتقد في النظام الأساسي حق رابطة المحترفين يحق أنك تجتمع وتغير في النظام أنا مع أرى شوك عزيزي أنا أقول لك تم الإعلان على الانتخابات والمادة موجودة لحظة المادة موجودة لحظة الانتخابات وقبل الانتخابات بعد ما قدمت أنا اعتراضي عليهم اجتمعوا لأربعة عشر نادي أعضاء الرابطة وحاولوا تعديل المادة ثلاثة عشرين ويعدلوا علىها لكن لم تعتمد بالكحاد السعودي وأيضا ليس من حقهم تعديل أي مادة ثلاثة الانتخابات لازم يعرفون سلامنا طيب عميد أحمد آخر سؤال يعني إيش المتوقع أنت من هذا القضية في القادم إيش السيناريو اللي أنت راسم في القادم لهذا القضية بصراح والله يا عزيزي العلم بيد الله سبحانه وتعالى أنا اللي علي أنا قدمت للفيفا وأتابع موضوعي وكل شي بيد الله إذا لي حق إن شاء الله ربي بيعطيني وإذا كان ما لي حق الله بيوفقهم طيب هذا هذا لكن أنا ما أدري إيش اللي بيحصل في المستقبل كل شي بالله طيب العميد أحمد الوادعي شكرا جزيلا لك شكرا لهذه المداخلة وتوضيح هذا الخبر شكرا جزيلا لك